عواصف قوية تضرب السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 260 ألف منزل في نيويورك ومدن أخرى وإلغاء العديد من الرحلات الجوية في مختلف المطارات على السواحل الغربية للبلاد حذرت الأرصاد الجوية من مخاطر هطول أمطار غزيرة في القطاعين الأوسط والجنوبي لكاليفورنيا وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار وذوبان الثلوج في الأراضي الأكثر خفاضاً من شأنهما أن يؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق في مناطق غير قادرة على استيعاب كمية إضافية من المياه